صباح الخير واليوم 6 يناير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا نهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل راح تفضل تبقى بعيد عن كل الخلافات يلي عم تحصل بداخل محيطك المهنة حتى لو كانت هيد الأجواء عم تضغط عليك ببعض المطارح بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك عاطفيا راح تشتغل على الأولويات الأساسية المرتبطة بعملية استقرارك مع الشريك ومن المحتمل هيد الخطوة تكون سبب بتغيير مجرى الأمور لمصلحة الطرفين مولود برج التور تبدو غير متقبل فكرة أي تغيير محتمل مرتبط بالاتفاق المهني يلي حصل بينك وبين الجهة يلي راح تشتغل معها وتبدو رافض بنفس الوقت مبدأ أي تأجيل متعلق بالتنفيذ عاطفيا علاقتك مع الشريك تبدو بحاجة لمساحات أكبر من الاهتمام والمتابعة بحكم الظروف المتوترة بينك وبين الشريك وأصبحت عم تفرض عليك محطة جديدة بمشاعرك تجاهه مولود الجوزاء راح تلعب على حافة المهل الزمنية قبل الانتقال لموقع عمل جديد والأجواء تبدو مناسبة للانطلاق بأمان باتجاه قرارات مالية بتتناسب مع متطلبات المستوى المتعود عليه عاطفيا مواقفك التصعيدية تجاه الشريك صارت مقلوفة بالنسبة لأله وأصبحت لا بتقدم ولا بتأخر عنده وخصوصا إذا كنت عم تعتمد هذا الاسلوب لمعالجة الأمر بينك وبينه مولود السرطان التغيير بأسطوب حياتك المهنية أصبح قرار حتمي بالنسبة لك وتبدو جاهز للتحرك باتجاه هذه الخطوة ضمن شروط مالية معينة ما رح تتنازل عنها عاطفيا فضل الخلافات السابقة مع الشريك لا تبدو سهل بالنسبة للطرفين وخصوصا أن الفلك عم يتحدث عن تغييرات جريئة ممكن تجرك لخيارات صعبة بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك مولود الأسد عم بتعيش تحت ضغط نفسي واضح وتبدو محاولاتك جدية لإثبات شخصيتك وحضورك المهنة من خلال بعض الأعمال الجديدة يلي أصبحت على مسافة قريبة منك عاطفيا تبدو غير راضي عن تصرفات الشريك وأنانيته بالتعاطي معك ببعض الأحيان وكأنه عم بتقصد يحملك مسؤولية بعض الأخطاء يلي حصلت بيناتكم من فترة مولود ده برج العزراء أرار مهنة جديد بانتظارك قد يكون مرتبط بمصير وظيفتك الحالية ويبدو أنه احتياجك لمدخول مالي ثابت أو مردود أعلى هو الحل البديل لهذا الأرار عاطفيا تبدو مهتم بصحة علاقتك مع الشريك بالرغم من أنه مواقفه تجاهك عم بتحرك مشاعر الكراهية بداخلك أحيانا ومن المحتمل الظروف القد متخفف من صدمتك العاطفية معه مولود الميزان رح تقاوم كل الضغوطات المالية اللي أصبحت عم بتسيطر عليك بشكل يومي وتبدو جدي بعملية إلحاحك على تحسين هيدا الأمر من خلال عدة خيارات بوقت واحد عاطفيا أصبحت متأكد تماما من أنه الشريك عم بتابع كل خطواتك وعم برائبك بشكل مستمر والفرص تبدو متوفرة قدامك لاستعادة الودما بينك وبينه بدون تردد مولود العقرب عم تتعيش مع واقع مهني صعب جدا ورح يجبرك على التركيز على الأهداف السريعة لا تتمكن من احتواء مخاطر التأثيرات الطارقة يلي عم بتحاصرك من بعض الزملاء عاطفيا نصحتنا إلك تهتم بالحاضر وتنسى الماضي يلي وصلك لتوتر واضح بينك وبين الشريك وخصوصا أنه علاقتك معه ما زالت معرضة لاحتمالية تكرار نفس الخلافات السابقة مولود القوس عم تسعى لتجاوز الأزمات المالية اللي أصبحت عم بتسيطر على يومياتك بشكل مباشر وتبدو جاهز لأي بداية إضافية ممكن تخفف من مضاعفات هذا الوضع عاطفيا عم بتواجه واقع عاطفي متأرجح جدا وبالرغم من سلبية هيد الأجواء مرح تيأس من توفير كافة الأسباب يلي ممكن تساعدك على إصلاح الأمر بأفضل ما يمكن مولود الجدي رح تعطي نفسك مهلي أوسع قبل حسم الأمور باتجاه وظيفة جديدة وخصوصا أنه مشكلتك الأساسية تبدو مرتبطة بالشقة المالية اللي أصبح بيعنيه لك أكتر من أي شيء تاني عاطفيا رح يغلب خيار الشريك على خيارك بعدة مواضيع مشتركة بيناتكن وتبدو غير مطمئن من عملية استمرار هيدا الوضع بدون تحقيق أي نتيجة ممكن تفيد الطرفين مولود دابرج أدلو تبدو مصمم على تحسين ظروفك المالية وتبدو الأجواء مناشبة للتحرك على هيدا الأمر ولتغيير النتيجة الموجودة حاليا بالإضافة لأهتمامك الواضح بأرار عقاري خاص فيك عاطفيا علقتك مع الشريك يبدو أنها محكومة بحبل سري ما في مجال لأطعب الهين مهما فرأتكن الظروف وبالرغم من هيدا الحال إلا أن الأجواء لتبدو مستقرة بيناتكن على مبدأ لم علق ولم طلق مثل ما بيقولو وآخر الأبراج معنا مولود دابرج الحوت عزيز الحوت مشروعك المهني رح ينطلق من الفكرة يلي عم بتدور براسك ومع ذلك رح تفضل الانتظار للتوقيت المناسب يلي ممكن يساعدك على البدء بخطواته الأولى عاطفيا عملية الاختيار بين الأبيض والأسود بعلاقتك مع الشريك رح يساعدك على الاستفهام أكتر عن جدية العلاقة ومصيرها معه بدل من حرق الأعصاب يلي عم تتحكم فيك بشكل واضح موسيقى